أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات يوم الأحد القادم إجازة رسمية لكافة الموظفين والعاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني والخاص وذلك بمناسبة العيد التاسع والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر الخالدة وقالت الوزارة في بيان إنه ونتيجة لتداخل يوم الإجازة الخاص بالعيد الوطني التاسع والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر مع يوم إجازة رسمية آخر فإنه تقرر تحديد يوم الأحد الموافق السادس عشر من أكتوبر إجازة رسمية ولمدة يوم واحد